السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن مرحبا بكم في درس الترتيب والعمليات وصلنا الآن الخاصية الثانية من خاصيات الترتيب والجمع إذا الخاصية تقول أو بوسيوة D أعداد حقيقية إذا كان A أصغر من B و C أصغر من أو تساوي D فإن A زائد C أصغر من B زائد D إذا كان عدنا وحد العدد A صغر من B وعدد كذلك C صغر من D فإذا جمعت العدد A مع العدد B غلقه أصغر من العدد B زائد D إذن إذا خذنا واحد لمثال بسايت واحد أصغر من اثنان وأربعة أصغر من خمسة إذن إذا جمعنا واحد زائد ربعة رغلقه صغر من جوز زائد خمسة لأن خمسة أصغر من من سبعة إذن رغل نحاول نشوفه مثال تطبيقي X و Y عددنا حقيقيا بحيث X أصغر من أو تساوي Y السؤال يقول أثبت أن X ناقص جدر 11 أصغر من Y زائد جدر جوج و X زائد جدر 5 أصغر من Y زائد جدر 7 إذن ننطلق دائما من المعطيات لدينا X أصغر من Y وهنا نشوفه عددنا ناقص 11 وجدر جوج يعني عدد سالب و عدد موجب إذن دائما العدد السالب أصغر من العدد الموجب إذن X زائد ناقص 11 إذن X زائد ناقص 11 جدر 11 عفوان أصغر من Y زائد جدر جوج إذن X ناقص جدر 11 أصغر من Y زائد جدر جوج الحالة الثانية نفس العملية إذن عددنا X أصغر من Y و عددنا جدر 5 وجدر 7 وجدر 5 أصغر من جدر 7 وبالتالي فايلة جمعنا الطرف الأصغر ديال المتفاوت مع الطرف الأصغر أصغر من الطرف الأكبر ديال المتفاوت الأولى زائد الطرف الأكبر ديال المتفاوت الثانية ترجمة نانسي قنقر